إن شاء الله لف الملعب كله ألف مبروك للاتحاد وهارد لك للفتح حقيقة يمكن أول 27 دقيقة حسيت أن الجهد الكبير الذي تبدله دارة الاتحاد كادا كوزمين كوتور أنه يضيعه بسبب أنه حاول يلعب بطريقة يديدة ثلاثة خمسة بسبب عدم وجود ظهير يمين فكاد أن يضيع الاتحاد لكن تدارك الموضوع في الشوط الثاني تغير الاتحاد كليا لا يوجد أي إشهادة بالفتح الحقيقة هدفين لباتنا من أجمل الأهداف لا مخليني ما أديني فرصة أبو كرم ما أديني فرصة حقيقة الهدفين الجميلة اليوم أعطى درس بالمجان حقيقة مراد باتنا في التكنيك العالي للعب يعني يدرس دكتور مصر مباراة جميلة جدا بصراحة الأول 20 دقيقة فيه استثناء فرصة رومارينو كان الفتح سابقا كثير في أرض الملعب بسبب مثل ما قال دكتور محمد أنه كونترا عام يلعب بطريقة جيدة وأنا تفاجأت جدا أنه أحمد حجازي لعب أساسي لا أنا تفاجأت سنباريح كان عام يلعب السابت اليوم نحن الثانين ولعبان تمديد وأضاع ضربة جزاء بس في صراحة كان من أحد نجوم المباراة أحمد حجازي وجوده كان مهم جدا أنا أولما شفت التشكيلة شوي خفت يعني كمان بس أنه أتشفت شو صار معهم حجازي كان من أميز لعبين المباراة المباراة اليوم الهدف الثاني الفتح خلينا نحكي إليه مصطفى بالذات الهدف الثاني فعلا يدرس لأنه طريقة تنفيذ ضربة ركنية من كويفا لبيروفي الأربع خمس لعيبة من الفتح راحوا كلهم على القائم الأول وعملوا المساعد تقريبا مثل الباسكتبول بسموها بلوك شفت كيف راحوا الأربعة مدروسة أخذوا معهم كل لعيبة الاتحاد وإيجت على أجر الياساء المفضلة للمراد بيتنا وسجل هدف بعد الدقيقة ثلاثين شفنا فريق الاتحاد مسك المباراة بصراحة الآن ضربة جزاء اللي هي عملت الإشكال كله هي خلت الكروت لحمراء يعني أنا أنا ماني خبير تحكيمي وما بحيب التحكيمي أنا ما بصفرها بس الأخير هي هندبول وبيقول لك الآن بالقانون الجديد أنه وضع إيده ما كان بالوضع الصح وممكن تتصفر بس هذا بنفس الوقت ما بمنع أنه الاتحاد عمل مباراة كبيرة بالشوت الثاني مصطفى كورادو مع رومارينيو وبرون هاريكا وقت نزل بالشوت الثاني التبديلات لعملها كوزمن فوز مستحق آخر شيء للاتحاد وقالف مبروك في المباراة الثالثة من نفس الدور استقبل